الشيء اللي شايفوني فوق هو حب الشباب يطلع عالضهر علاجه سهل كتير بخمس خطوات شوفوا معين اول شغلة انه انتوا قبل ما تناموا كل اسبوع لازم تغيروا وش التخط لاني بتراكم في بقايا جل ميدون بتراكم في جراسيم وقت ناموا بتعرقوا بسبب هالشي صور حب الشباب وعند النساء شغلة تانية الشعر لازم يرتفع لفوق لان الشعر وقت بينزع عالضهر كمان ممكن بزيد نموت جراسيم عالضهر الشغلة الثانية انه انتوا لازم تغيروا غراضكم الداخلية او الخارجية كمان يوم ايوم لا وتخسنوهم بدرجة حرارة 60 درجة حرارة مقوية الشغلة الثالثة المهمة كتير كتير انه انتوا جيبوا غسول بنز اكنين غسول فيه بنزول بيروكسيد هالغسول بيخليكم تطهروا الظهر مع كل غسلة الشغلة الرابعة اللي بتعملوها جيبوا ديفيرين او ادابالين ادابالين ديفيرين نفس الشي وفيتامين اي فيكن تحطوها على مكان الحبوب او تدهنوه كل الظهر كله فيكن جيبوا كمان حمض السليسلي تدهنوه على الظهر كله اخر شيء لازم تعملوه اذا كلها الطرق ما تحسن انتوا راح تتحسن اذا استخدمتوها بنسبة 80% اخر شيء انه انه تاخدوه من طبيب جلدية حبة صاد حيوي لمدة شهر شهرين ورح يختفي حب الشباب كله وعرفوا انه كل تهاب اذا طول رح يسبب ندبات وندبات كتير صعبة تخلصوا منن السلام عليكم اشتركوا في القناة